السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تابعيني القرام تابعي قناة من الآخر الخلاصة معكم محمد نور الدين موعيد مباراة الجولة الخامسة والعشرين الجولة قبل الأخيرة من دور الخريج العربي الإماراتي المباراة بإذن الله كلها هتبقى اليوم الجمعة 7.05.2021 الفيديو اللي هيبقى قدام حضرتك هيكون بتوقيت مصر لإني من مصر عايز توقيت الإمارات مباشرة نزود ساعتين على توقيت الفيديو وكده كده أنا هقول لتوقيت بالنسبة للإمارات طبعا متابعين القرام معكم محمد نور الدين لأول مرة تزورها في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك وسبسكرايب اعمل لاك الفيديو فعل زر الجرس لأسلاك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى أول مباراة معنا أو يعني أول مباراة مكتوبة قدامي عجمان أمام الشاركة المباراة معدى الساعة 7 مساء بتوقيت مصر الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات القناة الناقلة قناة أبو زاب الرياضية الأولى معالك المباراة عامر عبد الله وقناة دبي الرياضية الأولى ومعالك المباراة أحمد الجراح المباراة الثانية مباراة خرفكان أمام الفجيرة في نفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر 9 مساء بتوقيت الإمارات القناة الناقلة للمباراة قناة أبو زاب الرياضية الثانية معالك المباراة أحمد الحامد المباراة الثالثة وفي نفس التوقيت أيضا حتى أمام التحاد كلباء 7 مساء بتوقيت مصر 9 مساء بتوقيت الإمارات القناة النقلة قناة أبو زاب الرياضية الثالثة ومعالج المباراة حازم عبد السلام وهنا أبو زاب الرياضية الثانية ومعالج المباراة أحمد الحامد بعد كده عندنا 1 2 3 4 4 مباراة في نفس التوقيت 9 مساء بتوقيت مصر 11 مساء بتوقيت الإمارات أول مباراة معنا شباب الأهلي أمام الوصل المباراة على قناة ابو زاب الرياضية الرابعة ومعلق المباراة عسام عبدو وقناة دبي الرياضية التانية ومعلق المباراة احمد الشحي المباراة التانية في نفس التوقيت الوحدة امام النصر الساعة تسعة مساء بتوقيت مصر حداشر مساء بتوقيت الامراض القناة الناقلة المباراة ابو زاب الرياضية التالتة الثالثة معالق المباراة فهد عبد الرحمن بعد كده او في نفس التوقيت يعني الزفرة امام بنياس المبرامة عادة ساعة تسعة مساء بتوقيت مصر احداشر مساء بتوقيت الامارات القناة النقلة ابو زابري الرياضية الثانية التانية معالج المبراء فارس عوض اخر مبرامة عانا في نفس التوقيت مبرات الجزيرة امام العين والمبرامة عادة ساعة تسعة مساء بتوقيت مصر واحداشر مساء بتوقيت الامارات القناة النقلة قناة ابو زابري الرياضية الاولى ومعالج المبراءة علي الكعبي وقناة دبي الرياضية الاولى ومعالج المبراءة عبدالله السعدي من وجهة نظرة اهم مباراتين مبارات الجزيرة امام العين والزفرة امام بانياس لان الجزيرة وبانياس هما اللي بيلعبوا دلوقتي على المركز الاول وعلى البطولة اعتقد يعني هما دول والشاركة الشاركة بيلعب معهم بس يعني الشاركة فارق شوية كان معكم محمد نور الدين اشتركوا في القناة فعل زر جرسة املاك الفيديو ونراكم فيديو اخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته